شاهدين كهندتنا ببدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح ومن أهمها استقبال سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية لكاتلا نوفاك رئيسة المجر اللي بتزور مصر لأول مرة خلال اللقاء تم بحث أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وأهمها قطعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم التوافق على تكثيف الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية وما يحدث في قطاع غزة شدد سيدة الرئيس على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية كمان أكد سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجرد حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجرد في زيارتها الأولى لمصر مشيداً بعلاقات التعاون التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومن جانبها ثمنت رئيسة المجرد التطور المستمر في العلاقات داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيد خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية مؤكدا أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومن جانبها أفمنت رئيسة المجر بشدة الدورة المصرية في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلاة وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القصري والتجديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليمياً وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحل حالة الأزمة وقد استعرض السيد الرئيس من جانبه الأثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية مؤكداً وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع يوم الجمعة اللي فاتت سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان التقى الشاب عرفة هاشم أثناء أحد جولات السيد الرئيس في محفظة القاهرة وكان الشاب بيعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم فوجه سيدته بتقديم الدعم المساعدة للشباب أو الشاب هشام وتوفير سكن كريم له ولأسرته طبعاً على الفور استجابت مؤسسة حياة كريمة وتواصلت مع الشاب عرفة ووفرت له عربية جديدة تاكسي عشان تكون مصدر رزق دائم له والأولاده وكانت كمان وفرت شقة سكنية له ولأسرته بالأمس القريب كانت هذه السيارة مجرد حلم بعيد المنال لعرفة لكن بعد التقاء عرفة بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحدى جولاته بالقاهرة تحول الحلم إلى حقيقة أولادك دود؟ نعم من أخليهم لك أخبارك بتشتغل إيه؟ شغال سواء إيه؟ شغال على العربية عربية إيه؟ العربية ليه زيزوكي شوف بتعمل كم؟ بتعمل كم في اليوم؟ لا شغال أواده لاشي ليه؟ كنيه موم مره 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 عشي كليه بتاعتك العربية أو اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواء عليها مفاجأة لم تكن متوقعة لعرفة وهي أن يصل إليه فريق حياة كريمة ليفاجئوه بتحقيق حلمه بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الحلم الذي كان بالنسبة له بعيد المنال قابلت حضرته عن تباعة حفل حضاري بعد الكبرى على طول كنت رايح أكشف على أولادي وليت التشريفة راحت موقفاني وقفوني ومنزلت سلمت على حضرته وسلم علي ورايح فين كنت رايح أكشف على أولادي وروحت عمل موجود في المشاشفة وروحت رأيت الناس مستنين في المشاشفة وكشف على أولادي وطمن عليهم وقدر أقوم تلفوني وصوروني وده اللي تم معايا ودي كنت أول ما قبل معايا مشاعر متبينة امتزجت ما بين الدهشة والفرحة والامتنان تراها في أعين عرفة وأسرته بعد أن لب الرئيس الأب حلم هذه الأسرة أنا بشكري على كل حاجة وأعملها معايا وعلى معاولادي وعلى الكشف بردك معاولادي وفي معايا في المشاشفة بردك وعلى دي اللي هو بردك يعني بها بردك سيادة الرئيس دي هات بردك احنا مبسوط دي احنا بنحب دايما الحالات اللي بتبقى معافرة فهو معافر واحنا بنحب الحالات اللي معافرة فطبيعي كنا نستجيب للحالة بسرعة طبعا ونستجيب لتوجيه سيادة الرئيس بسرعة جدا ليست المرة الأولى التي يقود فيها عرفة سيارة لكن هذه المرة لسيارته الخاصة التي ستغير حياته إلى حياة كريمة لتبقى وعود الرئيس حقيقة ملموسة يلمسها كل المواطنين أينما كانوا جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيا بيتم فيهم الإفراج عن 20 إسرائيلي من المحتجزين مقابل 60 فلسطيني طبعا ده على مدار اليومين وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحضر التيران الإسرائيلي أيضا في أجواء القطاع خلينا نتابع مع حضرتكم هذا التقرير ونرجع على طول جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية في عدة محاور متعلقة بالأوضاع في قطاع غزة بداية من دخول المساعدات مرورا بتحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار وحل أزمة ملف المحتجزين الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات أكد أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة تمكنت من التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن عشرة من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مما يجعل إجمال المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة عشرين إسرائيليا مقابل ستين فلسطينيا وأوضح أنه بالإضافة للإفراجات فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحذر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطع كما أكد بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارت دون عوائق وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر حيث أسفرت هذه الجهود المشتركة عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها حتى تم تطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مصر أيضا وصلت جهودها الكبيرة لإصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح والتي استمرت طوال فترة العدوان على القطاع وتتواصل بشكل مكثف مع سريان الهدنة الإنسانية للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتستمر بهود الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة التي تعمل على قدم وساق مع التبرعات القادمة من المنظمات سواء المحلية أو الدولية والأفراد والتي أسفرت عن تسليم 1814 شاحنة إلى نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الأونروا وتحتوي الشاحنات على أكثر من 30 ألف طن من المساعدات كما أن نجاح صفقة تبادل الأسرة يعد تكسيداً حقيقياً لنجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة الأزمة التي يشهدها قطاع غزة وهو ما يعكس بجلاء امتلاكها لمفاتيح الحل خاصة وأن هذا الملف تحديداً يحظى بصبغة عالمية بسبب ارتباطه بمصالح العديد من الدول التي تحمل أعداد من المحتجزين جنسيتها وهو ما يمثل ورقة هامة لحجد العالم في إطار توافقي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار عبر تمديد الهدنة والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع وأشمل لا تقتصر في جوهرها حول غزة وإنما تمتد إلى القضية عبر مشاركة واسعة سواء من جانب أطراف الأزمة أو المجتمع الدولي وذلك في إطار من التعددية التي نجحت مصر في إرسائها عبر تعاملها مع العدوان والتي تمثل نقطة انطلاق لخطوات أهم في المستقبل الحكومة بتواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية وده من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء المزيد من المصانع في عدد من القطاعات الإنتاجية تواصل الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات وذلك لتسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلاً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية ووضعت شركة ميديا حجر الأساس لمصنع ميديا إلكتريك للأجهزة المنزلية في مدينة السادات ليكون ثالث مصنع لها في إفريقيا ومصر بعد أن قامت الشركة بافتتاح خط إنتاج غسلات الأطباق لمصنع ميديا الصيني بمنطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي في منطقة السخنة المتكاملة وفي نفس الوقت تسعى للحصول على الرخصة الذهبية حالياً وسط توسعات استثمارية ويستهدف التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل خصوصاً وأن المصانع تقوم بالتصدير ولديها إنتاج قائم بالفعل والرخصة الذهبية مفهومها هو الموافقة الواحدة وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية فهي تعتبر موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك ترخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء فضلاً عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ومثل هذه الحوافز الصناعية من شأنها تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة كما أنشأت الحكومة منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها حيث سيتمكن المستثمر من التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه وسيقوم بكل الإجراءات من خلال المنصة ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمال عدد الشركات الحاصل عليها إلى 24 شركة تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية الحقيقة من أهم الحوافز الاستثمارية والصناعية هي فكرة الرخصة الذهبية اللي احنا شفناها في التقرير رخصة واحدة جامعة يعني لكل خطوات إنشاء أي مصنع بداية من تشغيل وإمداد المصنع بكافة المرافق وحتى فيما بعد التسويق يعني فكرة مهمة جدا بتشجع عدد كبير جدا من المستثمرين أعتقد يا جمانة بش بس داخليا داخليا وخارجيا كمان من اللي برة ممكن يجي اشتغل على طول طبعا لأنه بيقابله في دول كتير جدا تسهيلات كتير جدا والخطوات نفسها بتكون أسهل بشكل كبير جدا فلما بيجي هنا بيقابل بيروقراطية وتعقيدات في الخطوات بتبقى أكيد بكل يعني من أبرز العوائق اللي بتكون عندنا أمام فرص الاستثمار لكن بهذه الرخص الذهبية أعتقد أن احنا يعني قطعنا شوط كبير وطبعا هنشوف فرق في الفترة اللي جاي